قال الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض في تركيا صلاح الدين ديمتراش إن حكومة حزب العدالة والتنمية ستختفي وإن قانون تعددية النقابات الذي يهدف إلى السيطرة على نقابات المحامين سوف يتغير وأكد ديمتراش في بيانه أن حزب العدالة والتنمية يريد السيطرة على جميع شرائح المجتمع بترتيبات قانونية وأشار أيضا في بيانه إلى أن جميع الحكومة للسلطات التنفيذية والقضائية لصالح شخص واحد لا يكفي لاستمرار الأنظمة الاستبدادية